بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا الرسول الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم مشاهدين الكرام في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من حلقات برنامجكم الملف أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلوا في ميزان حسناتنا يوم أن نلقاه وأن يرزقنا الصدق والإخلاص والتوفيق والقبول والسداد إنه نعم المولى ونعم النصير مشاهدين الكرام حلقة اليوم فيها أخبار عديدة أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في الوقت معانا ملفات عديدة معانا قضايا كثيرة معانا تعليقات عديدة محتاجين نسمع أراء لخبراء محتاجين نسمع أراء لكتاب مستنريين محتاجين نفهم الدنيا رايحة على فين والبلد رايحة على فين ومصر رايحة على فين لأن هناك أحداث كثيرة هناك أحداث عديدة هناك مشاكل هناك صعاب هناك تحديات هناك اشتباكات نعم بالفعل هناك اشتباكات عديدة هناك كلام هناك مبادرات من هنا وهناك الكل عاوز يبقى في الكادر الكل عاوز يظهر فيه الصورة ولكن مين اللي في النهاية عاوز يخدم البلد ومين اللي في النهاية عاوز يفيد البلد ومين اللي في النهاية عاوز يقدم مصلحة عامة ومش بالفعل أو بالتأكيد عاوز مصلحة شخصية من وراء الشيء العام الكبير اللي هو بيعرضه أمام الناس أيضا هناك تحولات عديدة لشخصيات عديدة قلت لحضراتكم الحلقة الماضية في حلقة الأحد الماضي قلت أن قريبا جدا هنبين أمور وحنقول أسماء وحنقول حاجات من أجل أن الناس تفهم تفهم الحقيقة تفهم الشخصيات على حقيقتها تفهم ناس كتير قوي ظهر على السطح وظهر على الساحة وظهر على شاشات الفضائيات ليلا ونهارا ومع ذلك وراهم كلام كتير وعليهم علامات استفهام كتير وللأسف خدعوا ناس كتير وناس كتير انخدعوا بيهم وانخدعوا بكلامهم هم مين؟ هقول لكم قريبا إن شاء الله ولكن أنا عايز أبدأ من أخبارنا وفكرتنا النهاردة من خلال جريدة الرحمة دايما بنجيب بفضل الله رب العالمين أخبار عديدة مقالات كثيرة آراء من هنا وهناك في معظم الجرائد ولكن بفضل ربنا ما ينفعش أن الناس بتتكلم عن جريدة الرحمة والبرامج الصحفية حينما تتناول عن الصحافة والصحف دائما ما تتكلم وتسني وتأخذ كلاما كثيرا ومقالات عديدة من جريدة الرحمة ولن نتكلم نحن هنا عن جريدة الرحمة وعن أهم الأشياء وعن أهم الموضوعات وأهم الملفات وأهم المقالات اللي موجودة في جريدة الرحمة أنا عايز أبدأ من موضوع لما موجود في الصفحة الثالثة في جريدة الرحمة مجلس لقيادة الثورة انقلاب على الشرعية إيه الحكاية؟ لما بالفعل لما الموضوع ده نزل فيه السوق مشاهدين الكرام يوم الجمعة خميس وجمعة يوم السبت اللي هو إمبارح لقينا كتير من الجرائد بتتكلم عن هذا الموضوع لقينا أنه بيقولوا أن جريدة ذات توجه إسلامي وذات طابع إسلامي وهي منوعة وما فيها بفضل الله بيتكلموا عن أن إحنا وغدين موقف ضد مجلس قيادة الثورة هو إيه؟ مجلس قيادة الثورة اللي كانوا عايزين يتحركوا ويبقى أول اجتماع ليهم من خلال نقابة الصحفيين إيه اللي حصل؟ نقابة الصحفيين بنقبها الأستاذ ممدوح الوالي وأعضاء مجلس النقابة رفضوا عقد هذا الاجتماع لاجتماع مجلس قيادة الثورة قالوا ده ما ينفعش إحنا مش معطرفين بالكلام ده إيه الكلام ده؟ يعني إيه مجلس قيادة الثورة؟ إحنا كان فيه مجلس قيادة الثورة 52 وبنرجع الوقت مجلس قيادة الثورة أما الإيه لإتلافات؟ أما الإيه اتحاد الثورة؟ أشياء كتيرة وأسماء عديدة فإحنا قلنا مجلس لقيادة الثورة انقلاب على الشرعية الخلاصة البلد امتلأ بهواة ركوب الموجة والالتفاف على الشعب الدكتور صفوة حجازي كان له كلام مهم جدا الدكتور صفوة حجازي وهو معروف بكلام الواضح والصريح بيقول المجلس قيادة الثورة كلام فارغ وقياداته من الفلول وأقول لهم أديمة إلعبوا غيرها ده كان نص وكلام الدكتور صفوة حجازي أيضا كان فيه كلام كتير لأحمد محي الدين عضو مجلس أمناء الثورة بيقول أن هذا المجلس لا يمثل كل أطياف المجتمع ولا يعبر عن رؤاهم فهو مجلس ليس ممثلا للثوار وأنه من الممكن أن يكون وضع لضرب مجلس أمناء الثورة مجلس أمناء الثورة اللي هو أمين العام الدكتور صفوة حجازي ومعه مجموعة من الثوار من الشباب المحترمين اللي دايما بنتكلم عليهم وليهم مواقف إيجابية وموجودين منذ البداية ولكن مجلس قيادة الثورة بقيادة السيد النائب محمد أبو حامد بقيادة أيضا السيد النائب زياد العليمي وأيضا النائب مصطفى الجندي أحمد عبد الربو أستاذ العلوم السياسية بيقول بداية لمؤشر خطير لأنه يخطط لتجاهل الشرعية البرلمانية خدوا بالكم من الكلام أيضا ماهر بيقول لا قيمة له ويدعو للانقسام وليس التوحد والثوار لن يقشوا معه ومحي بيقول لا يمثل أحدا إلا نفسه ومن يحاول التجاوب معهم يريد بمصر السوق دي كانت جزئية الجزئية التانية هناك محاولات نعم هناك محاولات لعودة الدكتور البردعي من أجل الترشح لرئاسة الجمهورية طبعا إحنا عارفين ومتذكرين أنه أعلن انسحابه وقال أنا لن أترشح لرئاسة الجمهورية طيب إيه اللي بيجرى خلال الأسبوعين الماضيين اللي بيجرى أن هناك مبادرة مبادرة المئة لاختيار الرئيس القادم السياسيين الثوار الشباب كتير من فئات المجتمع قال لك مبادرة المئة لاختيار الرئيس القادم مرفوضة الشعب المصري ندغ سياسيا ولن يستطيع أحد لي عنقه بفرض رئيس نخبه عليه خلاص الكلام نبسط الموضوع في مبادرة تم إطلاقها من مت شخصية مت شخصية سياسية زي التوجهات معينة التجمع واليسار والنصريين والوفديين إلى آخر شخصية تعمّوا هدف المبادرة دي كلها خلاصة الكلام فيها أن احنا عايزين نقول احنا عايزين الدكتور محمد البلدعي يترشح لرئاسة الجمهورية مرة تانية نزولا على رغبة الشارع نزولا ورغبة لمطلب الشعب مبادرة الشعب ومطلب الشعب من خلال المبادرة المئة اللي أطلقوها فيها عمر علي حسن أسماء عديدة وبالتأكيد أسماء زاد التوجه والمحسوبين دائما على الدكتور البلدعي اللي هم موجودين في حملته طيب مصطفى النجار وعمر حمزاوي وآخره المبادرة دي لما تم إطلاقها إيه اللي حصل طلع كلام كتير وطلع رفضي ليها لأن قالك المبادرة دي المئة دول مبادرة المئة عايزين محمد البردعي لأن حاجي لكم بعد لحظات قليلة جدا دلوقتي بس أقول السياسين قالوا في المبادرة دي إيه أن هناك أيضا مجلس الثورة المصرية طب ما إحنا عندنا مجلس كيات الثورة ده الأسبوع اللي فات ويتقابل بالرفض وبقى له رد فعل سلبي طلع الدكتور أيمن نور وقال إحنا عايزين نعمل مجلس الثورة المصرية مجلس الثورة المصرية يعني يا دكتور قال لك إحنا عايزين نجيب الاتلافات عايزين نجيب الحركات الشبابية السياسية عايزين نجيب حركات السياسيين اللي هم الثوار وكل ده يبقى في فئة معينة اسمها مجلس الثورة المصرية ده بقيادة مين بقيادة الدكتور محمد البردعي أنتوا نحظوا أن هناك محاولات عديدة لعودة الدكتور البردعي وحنسمع حنسمع خلال الأيام القادمة ومع فتح باب الترشح لانتخابات الرئاسة مش هيبقى في أول إسبوع ولا تاني إسبوع حيبقى في نهاية آخر إسبوع حتسمع أن الدكتور محمد البردعي نزولا ورغبة لمطالب الشعب ومطالب المصريين والمثقفين والنخبة اترشح للرئاسة مرة تانية ده الكلام اللي بيتقال من خلال التحليل السياسي لما يحدث من خلال إطلاق المبادرات العديدة في أسبوعين اسم الدكتور البردعي مجلس قيادة الصورة قال لك البردعي هو اللي حيمسكه هو اللي يتولى هو زعيمه هو قائده مجلس الصورة المصرية اللي الدكتور أيمنور أعلن عنه قال لك ده سيكون بكيادة الدكتور محمد البردعي حنوصل لإيه حنشوف مع الأيام اللي جاي طيب خلينا كفاية بقى في مسألة مبادرة المئة ومجلس الصورة المصرية ومجلس قيادة الصورة حاجة لأمر آخر أمر مهم جدا فيه ناس بتأيد وفيه ناس بتعارض بمسألة الإخوان المسلمين إيه حكاية الإخوان بيان الدكتور الجنزوري في مجلس الشعب الأسبوع الماضي يوم الأحد الماضي على وجه التحديد كان له رد فعلي سلبي قال لك أن الراجل لم يهتم بالبطالة قال لك لن نركع لن نركع وإيه اللي حصل في مسألة منظمات الأمريكية والتمويل الأجنبي شوفنا 17 أمريكي سافروا وفيه لغة كبيرة وعلى امتصفان كبيرة ناس بتقول المجلس العسكري السبب ناس بتقول المستشار عبد المعز إبراهيم السبب ناس بتقول المستشار سلطان هو السبب المستشار شكرا عفوا ناس كتير الاتهامات موجهة موجهة للنائب العام موجهة لشخصيات عديدة ولكن الحقيقة فين القضية هل هي في المجلس العسكري ولا القضية في مجلس الشعب إيه اللي دخل مجلس الشعب في الموضوع اتقال إن مجلس الشعب هو السبب بالطواطق والسبب التباطق والسبب التأخير في عدم منقشة قانون السلطة القضائية قانون السلطة القضائية المفترض ينقشوه ويطلعوه ويظهرينه النور علشان لا تحدث هذه المشاكل الموضوع اللي احنا عايزين نوصله لما اتقال بيان الجنزوري لما الدكتور كمال الجنزوري في بيانه أمام مجلس الشعب الأحد الماضي طالع واتكلم رد الفعل على مدار الأسبوع الماضي كان رد فعل سيء ورد فعل سلبي وقاله الدكتور كمال الجنزوري بيانه لم ينال رضاء الجميع لم ينال استحسان كثير من فئة المجتمع لم ينال استحسان كثير من نواب مجلس الشعب والمثقفين والنخبة والصحفيين إلى آخر في المقابل في ناس بتقول لا بيان الجنزوري كان بيان رائع الراجل بيتكلم بيقول كشف حساب على مدار الأيام الماضية منذ أن تولى رئاسة الوزراء فبيتكلم وبيقول أنا عملت واحد اثنين ثلاثة ولكن الأزمة الأخيرة مسألة التمويل الأجنبي طلع قال لك الإخوان المسلمين قالوا لابد من سحب الثقة لحكومة الدكتور الجنزوري لابد من سحب الثقة لحكومة الدكتور الجنزوري ونحن على أتم الاستعداد ونحن على استعداد كامل من أجل أن نتولى الحكم وأن نحن نتولى الحكومة ويبقى حكومتنا حكومة اقتلافية ونقدر ندير البلد لما حصل الكلام وبيان للإخوان قال لك الأحزاب والقوة السياسية مباشرة وقالت بتختلف حول بيان الإخوان يقولوا صفقة مع العسكري أو وسيلة للضغط عليه الوفد والتجمع بيقولوا اتفاق بهدف التحكم في سير الانتخابات الرئاسية والعدل والوسط طلبنا بها ونتمنى ألا تمثل طيارات سياسية بعينه الأراء تباينت حول البيان اللي أصدره حزب الحرية والعدالة بسحب الثقة من حكومة الدكتور كمال الجنزوري وسرعة تشكيل حكومة اقتلافية حيث اعتبرها البعض استكمالا للصفقة مع المجلس العسكري لضمان انتخاب رئيس جمهورية يوافق عليه خصوصا مع إجراء الانتخابات الرئاسية بعد شهرين فيما يعتبره البعض الآخر استجابة متأخرة لمطالبات بالتغيير الحكومة التي لا تعبر عن الثورة المصرية ولا تحقق أهدفها طيب ده موضوع ان الوفد والتجمع بيقولوا ان ده اتفاق بهدف التحكم في سن الانتخابات الرئاسية مجموعة تانية واحزاب تانية زي العدل والوسط بيقول احنا بنطالب بها من فترة ولكن بشرط ان الحكومة لا تمثل طيارا سياسيا بعينه يعني ما ينفعش الحكومة تيجي وهي كلها ممثلة لإخوان المسلمين او عشان يبقى الكلام صحيح لا تكون ممثلة لحزب الحرية والعدال لابد انها تكون ممثلة لكثير من الأحزاب المصرية وهناك كلام آخر بيقولك لا هناك اتصالات بين العسكري والإخوان للإبقاء على حكومة الدكتور الجنزوري اللي حين تسليموا السلطة اتقال ان في اتصالات وهناك كلام شديد اللهجة وصيغة شديدة اللهجة للإخوان المسلمين من جانب المجلس العسكري بالإبقاء على حكومة الدكتور كمال الجنزوري لحين تسليموا السلطة الدكتور محمد البلتاجي القيادة الإخواني وأمين الحرية والعدالة بالقاهرة بيقول آن الأوان لتشكيل حكومة بعد فضيحة صفر الأمريكيين تمام الإخوان غاضبون من جون مكين عضو مجلس الشيوخ الأمريكي لما صرح وقال أنه هو بيشكر الإخوان وبيشكر المجلس العسكري على تسهيل مهمة الأمريكيين من خلال صفرهم وإلى آخره وإحنا قلنا الكلام ده يوم الجمعة الماضي ولكن هناك تصريحات الدكتور محمد حبيب القيادة الإخواني السابق لو كان نائب مرشد الإخواني السابق الدكتور محمد حبيب بيقول الإخوان والعسكري سمنا على عسل ولن يتم التضحية بهم وأحمد النحاس الجماعة نفت تصريحات ماكين وردها العملي لم يتحدد بعد اتقال أنه ممكن يكون جون مكين لما قال هذا الكلام عضو مجلس الشيوخ حول دور الإخوان في سماح للمتهمين الأجانب في قضية التمويل الأجنبي بالصفر الخارج ورغم الغضب الإخواني لهذه التصريحات إلا أن التصريحات جاءت كلها مهدنة للإدارة الأمريكية ذاتها حيث أكد الدكتور جمال حشمت عضو مجلس الشعب وعضو مجلس شورى الجماعة أن كلام ماكين كله كذب فالإخوان ليس لهم دور في هذه القضية ولكن أمريكا تريد حينما تريد أن تلوث سمعة الشرفاء في مصر تفعل هذا والهدف من ذلك هو تشويه العلاقة بين الشعب والإخوان المسلمين وحينما بدأ الناهب في مهاجمة الإدارة الأمريكية بيقول أن تعبير عن موقف شخصي منه بيقول جمال حشمت الدكتور جمال حشمت بيقول تعليقا على كلام جون مكين عضو مجلس الشيوخ أن ده موقف شخصي منه ولكن هذه هي عادة الأمريكان حينما يخلطون الأمور ببعضها الدكتور حبيب دكتور حبيب لما يجي يتكلم دايما لابد أن كلامه دايما يبقى كلام دقيق الدكتور محمد حبيب نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين سابقا بيقول بأن ما صرح به جون مكين هو محاولة لتشويه صورة الإخوان وتلويذ سمعتهم مشيرا إلى أن الجميع يعلم من وراء هذه الإهانة التي لطخت وجه مصر وهو المجلس العسكري وأضاف السؤال الذي يجب أن نحاول البحث عن إجابته من هو من هو كبش الفداء الذي سيتم التضحية به في هذه الأزمة هل هو المستشار المستشار إبراهيم ولا الدكتور كمال الجنزوري نفسه المستشار عبد المعز إبراهيم ولا الدكتور كمال الجنزوري نفسه وحول السؤال ما إذا كان الإخوان هم الذين سيكونون كبش الفداء أجاب الدكتور حبيب بأن هذا مستبعد تماما فهناك توافق بين الطرفين والأمور سمن على عسل ولن يتم التضحية بهم أبدا ده كلام مهم للدكتور كمال للدكتور محمد حبيب عندنا أمر آخر الحرية والعدالة أنا بقول لكم الأخبار المتنسرة في كتير من الجرائد النهاردة وفيها مواقف متبينة مواقف متنقبة فريبي يقول أن الإخوان سيشكل الحكومة وهم بالفعل بعض القيادات منهم صرح وقال أن بالفعل من 11 ل 15 مارس الشهر الجاري حيبقى فيه تشكيل لحكومة جديدة غير حكومة الدكتور كمال الجنزوري ولكن الكلام الآخر اللي بيطلع من المجلس العسكري بيقول لا إحنا عايزين حكومة الدكتور كمال الجنزوري تستمر لحين تسليم السلطة ولكن الحرية والعدالة بدأنا اتصالات لتشكيل حكومة اقتلافية إسماعيل نحن الأغلبية وجاهزون وحزب النور بيقول نحذر الجماعة من التصرع نجيب الكلام بالتفصيل عشان محدش يقول الكلام ده منين كشف الدكتور فريد إسماعيل عضو المكتب التنفيذي لحزب الحرية والعدالة التابع لجماعة الإخوان المسلمين وكل لجنة الدفاع والأمن القوم بمجلس الشعب أن الحزب بدأ اتصالات مع بعض الأحزاب لتشكيل الحكومة الاقتلافية ونفى إسماعيل للمصر اليوم النهاردة وجود اتصالات من أي نوع مع المجلس الأعلى للكوات المسلحة حول الموضوع وقال إن هناك اتجاه عاما داخل مجلس الشعب لرفض بيان الدكتور كمال الجنزوري لأنهم أخذوا بالكم لسه حينقشوه وحينقشو البيان لأنه كان صادما ومخيما للأمال وتوجد نية لدى المجلس بإجراء سحب الثقة من الحكومة يوم 11 مارس الجاري يبقى خذوا بالكم من الكلام اللي أنا أقول لكم من 11 إلى 15 يوم 11 سيتم سحب الثقة من حكومة الدكتور الجنزوري وقالوا إن يوم 15 مارس سيتم أو سيتم الإعلان عن تشكيل حكومة اقتلافية بقيادة حزب الحرية والعدال وأضاف البرلمان سيسحب الثقة من الحكومة وفق إجراءات لائحة مجلس الشعب لكن الذي سيتخذ القرار بعد ذلك هو المجلس العسكري وفق الإعلان الدكتوري بإقالة الحكومة وتكليف حكومة أخرى وسيكلف الحزب صاحب الأغلبية بتشكيل الحكومة والحزب جاهز من جانب طالب محمد نور المتحدث باسم حزب النور بمحاسبة حكومة الكمال الجنزوري قبل إسقاطها وقال يجب أن تقدم حكومة الجنزوري كشف حساب عن الفترة التي تولت فيها إدارة البلاد قبل إسقاطها وأوضح لم تحدث اتصالات رسمية مع الإخوان حول الحكومة ونحذر حزبها من التصرع في اتخاذ قرار إسقاط الحكومة قبل محاسبته يعني الموضوع بيكبر من جانب حزب الحرية والعدالة عايزين نشكل حكومة وحزب النور بيحذر الجماعة ما تستعجلوش هي جايلكو ولكن اصبروا واحدة واحدة وبيقول قبل ما نقيل حكومة الدكتور كمال الجنزوري لابد من محاسبة حكومة الدكتور كمال الجنزوري الداخلية محتاجين نسمع خبر حلو في ظل حالات الانفلات الأمن الموجود والسرقة إلى آخر وصوات المسلحة الداخلية بتضع أمام الجنزوري خطة محربة السرقة بالإكراه على الطرق رئيس الوزراء بيكرر رفع المستحقات المالية لأسر الشهداء إلى خمسين ألف جنيه بدلا من تلاتين ألف جنيه عرض وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم على رئيس الوزراء خلال لقاء بقيادات الداخلية بمقر قطاع مصلحة الأمن العام بالعباسية أبعاد الموقف الأمن الراهن وأهم محاور الخطط الأمنية الموضوعة لتأمين الطرق السريعة والأهداف والمنشؤات الحيوية والهمة بما يتكافأ مع متطلبات المرحلة فيما أشار الوزير إلى أن هناك احتياجات فنية لأزمة لكوات الشرطة هناك احتياجات فنية لازمة لكوات الشرطة من وسائل الاتصال والانتقال والمساعدات التدريبية المختلفة لتعزيز قدرات الأجهزة الأمنية في مواجهة الجريم نستعد ونجهز ونعمل الطرق ونودي والحالات زي ما هي والمشاكل موجودة زي ما هي في خبر آخر النور ينفي سعي لإسقاط حكومة الكنزوري نفع حزب النور ما نشر أمس من تأييد حزب النور للحزب الحرية والعدالة بتبني سحب الثقة من حكومة الدكتور كمال الجنزوري وأن ذلك سيتم خلال أيام وأشار يسري حماد المتحدث الرسمي باسم حزب النور أن الحزب لا يسعى لإسقاط وسحب الثقة من الحكومة في هذا التوقيت الذي نحتاج فيه إلى مزيد من الاستقرار لإدارة ملف انتخابات الرئاسة ويعطى فرصة أخيرة للحكومة الحالية مع إيماننا التام أن هذه الحكومة لم تقم بعلاج أي مشكلة من المشاكل اليومية في مصر أراء غريبة من هنا ومن هنا ولكن ربنا يتوب علينا يا رب الله مأمين ويرزقنا النقم عندنا صدق دائما في كل كلمة وفي كل كلمة تقال تكتب وتقال خبر آخر في اليوم السابع النهاردة العسكري بيزر العين الحمراء لحماية حكومة الدكتور كمال الجنزوري الوفد سحب الثقة فرقعة إعلامية زي ما نقولت لحضراته واختلاف خبراء القانون حول قدرة البرلمان على سحب الثقة من الحكومة إبراهيم درويش الفقيه الدستوري بيقول الدكتور إبراهيم درويش بيقول القرار من اختصاص العسكري فقط والجمل بيقول الجمل والبنة المادة 33 تسمح بالرقابة ثم الاستجواب فسحب الثقة البنة طبعا الدكتور عاطف البنة الفقيه الدستوري ويحيى الجمل الفقيه الدستوري وكان نائب رئيس الوزراء الأسبق اللي كان مع الدكتور عصام شرف أرد على كل الكلام ده بقى خلاصته في مسألة الحكومة وصحب الثقة من حكومة الدكتور كمال الجنزوري عطية لم تصلنا أي طلبات باستجوابات للسحب الثقة بالحكومة قال مصدر مطلع بمجلس الوزراء أن الدكتور كمال الجنزوري رئيس الوزراء كلف فايزة بن ناجا وزيرة التعاون والتخطيط الدولي بإعداد ملف متكامل عن الإجراءات التي قامت بها الحكومة من خلال وزارتها الشؤون الاجتماعية والتعاون الدولي والخاصة بمخالفات منظمات المجتمع المدني منذ بداية القضية وحتى عرضها على القضاء أيضا المستشار محمد عطية وزير مجلسي الشعب والشورى ووزير التنمية المحلية بيقول أنه لم يصله بعد أي طلبات رسمية من أعضاء مجلس الشعب للرد على استجوابات متعلقة بسحب الثقة من الحكومة أو قضية المجتمع المدني وبيقول أن أول جلسة سيعقد المجلس الأحد 11 مارس وستتضح الصورة بشكل أكبر لازق القضية على خلال الأيام المقبل خلاص إحنا الفيصل بيننا يوم 11 مارس يوم 11 مارس يوم 11 مارس يوم 11 مارس حتى تضح الصورة أمام الجميع الإخوان بحسب تصريحات لقيادات منهم بيقولوا أن إحنا سيتم سحب الثقة من حكومة الدكتور كمال الجنزوري يوم 11 مارس والمستشار عطية اللي هو محمد عطية وزير مجلسي الشعب والشورى ووزير التنمية المحلية بيقول ما فيش طلبات جات لنا ما فيش أي اختار جاء ولا أي شيء جاء ولا أي جواب ولا أي طلب إحاطة ولا أي شيء خالص أي أن كان بسحب الثقة من حكومة الدكتور كمال الجنزوري فبيتقال أن فرقعة إعلامية زي ما الوفد بيقول ولكن الفيصل زي ما يقول لحضراتكم حيبقى يوم إن شاء الله يوم الأحد 11 مارس ونشوف هل سيتم سحب الثقة من حكومة الدكتور كمال الجنزوري أم سيتم الإبقاء عليها لحين تسليم السلطة كلام كتير في مسألة الإخوان سنسكت حكومة الجنزوري خلال أسبوعين ويعني تصريحات عديدة ولكن على العموم نقول أن الخلاصة يوم 11 مارس ننتقل إلى محور آخر قضية تانية ولكن القضية دي قضية مهمة جدا خدوا لكم قضية حزب الحرية والعدالة وصحب الثقة من حكومة الدكتور كمال جنزوري لغت كبير وكلام كتير وتصريحات عديدة من هنا وهناك ولكن خلاصتها يوم 11 مارس سنشوف وهل سيتم الإبقاء أم سيتم سحب الثقة ولكن تعالوا ننتقل ننتقل المشاهدون الكرام لمحور آخر وتصريحات سريعة جدا لمسألة صفر الأمريكيين في مسألة التمويل الأجنبي أنا حقول كلام مهم بمناسبة ونحن نتكلم عن البرلمان وإلى آخر المستشار أحمد ميكي مستشار أحمد ميكي ده من الشخصيات اللي دايما تصريحاتها بتستوجب التوقف أمامه بيقول البرلمان سبب رئيسي وعليه أن يحاسب نفسه أول إيه اللي حصل مع المستشار شن نائب رئيس محكمة النقد المستشار أحمد ميكي هجوما داريا على مجلس الشعب واتهموا بأنه أحد الأسباب وراء الأخطاء التي ارتكبها القضاء بشأن قضية التمويل الأجنبي غير المشروع لمنظمات المجتمع المدن بيقول أن السبب أنه هو في اتهامه مجلس الشعب أو في توجيه لاتهام بالتقصير من جانب مجلس الشعب بيقول أن مجلس الشعب أهمل مناقشة قانون الجمعيات الأهلية الجديدة رغم مرور 45 يوم من انعقاد أولى جلساته لأن القانون الجديد هو ما سيحدد الضوابط المطلوبة بما يسبح بإعطاء تراخيص لإنشاء جمعيات أهلية ويعطي الحكومة الحق في مراكبة عملها وأضاف ميكي أنه يجب على مجلس الشعب أن يحاسب نفسه أولا قبل أن يحاسب القضاء لأنه تباطأ في مناقشة وإصدار قانون السلطة القضائية مشيرا إلى أن القانون الجديد بيقضي على تفويد رؤساء محاكم الاستئناف لاختيار الدواء لنظر الجرسات ويعطي الحق في تحليج دعوة قضائية ضد القضاء المخطئين طيب نيجي لفاروق جويدة بيتكلم في مقاله عن لعنة الأضواء وبيتكلم عن مسألة البس المباشر إلى آخر لنواب مجلس الشعب وبيقول أن يعني بيبقى فيه شوء إعلامي ومن باب المنظرة ومن باب أن أنا موجود وأقول لأهل دائرتي أنا موجود ولما بيجي واحد يتكلم نائب ببقى أنا وراء أو أنا جنبه بقى صورتي أو عيني على الشاشة من أجل أن أنا أظهر إلى آخر فالأستاذ فاروق جويدة بيقول لعنة الأضواء أيضا الأخبار اليوم نهاردة بتحاور النائب الذي عنق علاء مبارك في زنزانته عصام محمود النائب السلفي الجميل بيقول علاء صافحني واقترب مني فعنقته لأنني تذكرت أحاديث الرسول نجل الرئيس الصابق كان يعني منكسرا وأشفقت عليه عز قال له أرجو أن لا يطيح البرلمان بنا أيضا هناك في مسألة الكلام اللي قاله الشيخ الكردي في مجلس الشعب وتعليم اللغة الإنجليزية وإلغاء الآخرة طبعا هناك مقالات عديدة فيها في حوار النهاردة حوار مهم مع الكاتب الصحفي أسامة هيكل وزير الإعلام السابق بيقول إيه تصرحات مهمة من السيد أسامة هيكل بيقول لو عاد مبارك سيهتف المتحولون تسكت الثورة البرلمان بيعطي صورة مخيفة عن مصر ولغة الحوار داخله ولغة الحوار داخله بتحتاج إلى مراجعة بيتكلم أيضا بيقول الإعلام الخاص يحتاج إلى التطهير قبل الإعلام الرسمي تصريح مهم لهذه الأسباب رئيس مصر القادم سيء الحز بيقول أن الرئيس القادم سيء الحز لا شك في ذلك فأولا سيتعامل مع مجتمع غير المجتمع والناس طلب منه أكثر أكبر بكثير جدا من الإمكانيات المتاحة والوضع الاقتصادي سيء للغاية فإذا كانت الكوات المسلحة تساعد حاليا من مزنياتها في دعم الأنشطة الحيوية بالدولة فعلينا أن نسأل وماذا بعد وماذا بعد كما أن البلد حاليا في عزلة دولية وتحتاج إلى رئيس قوي يأخذ بيدها ويعيد العلاقات الطبيعية لمصر مع الجميع وهذا يحتاج سنين والاحتياط النقض يتآكل ويكاد ينتهي والإنتاج شبه متوقف فلابد أن يكون الرئيس القادم قوي الشخصية أتوقع أن لا يكون من الطيار الديني ولكن يجب أن يرضى عنه هذا الطيار فهم الكتلة التصوطية الكبرى في مصر وأيضا بيقول أسامة هيكا وزير الإعلام السابق بيقول الاختلاف مع سياسات المجلس العسكري وارد وتخوينه مرفوض شلالية الصحافة وراء الهجوم علي والفضائيات تخشى هروب الإعلانات بمناسبة أسامة هيكل كان فيه أيضا بمناسبة الأخبار وحواره النهاردة كان فيه حوار الأسبوع الماضي مع الفريق أحمد شفي المرشح المحتمل للأس الجمهورية بمناسبة بس أسامة هيكل بيتكلم عن الإعلام وأن لو عاد مبارك سيهتي في المتحولون بتسكت الثورة والإعلام الخاص يحتاج إلى التطهير قبل الإعلام الرسم الفريق أحمد شفي في حواره مع الأخبار الأسبوع الماضي قال أنه معاه ورقة بتبين وتوضح الإعلاميين اللي كانوا على صلة وثيقة بأمن الدولة واللي كانوا بيغضوا تعليمتهم من أمن الدولة فبيقول أنا معايا الورقة دي ومعايا الكشف ده ومعايا الأسماء اللي موجودة على الفضائيات اللي بيتكلموا دلوقتي اللي كانوا مع النظام السابق وبيتكلموا دلوقتي باسم والمتحدثين باسم الثوار إلى آخره بقول أنا معايا الكشف ده ولو ما بطلوش وبطلوا هجوم على الشرفاء وبطلوا هجوم على المجلس العسكري وبطلوا هجوم على الشرفاء في مصر أنا هطلع وحبين الورقة دي وحوضح وحبين الأسماء دي فاحنا بنقول الفريق أحمد شفيق هل الورقة دي اللي بيهدد بيها هل هي عشان محدش يهجمه ولا الورقة ايه بالضبط اللي فيها ده اللي احنا هنشوفه خلال الأيام القادم بقول فيه كلام كتير وملفات عديدة ولكن هنطلع لفاصل وبعد الفاصل مشاهدنا الكرام نلتقي مع صاحب الأسلوب الميسر الجميل مع العالم الجليل اللي ما شاء الله في الحلقة الماضية كانت له وكانت للحلقة رد فعل جميل بهذا الأسلوب الجميل لأننا تكلمنا وابتعدنا عن السياسة وابتعدنا عن مشاكل السياسة إلى آخره والحديث فيها إلى الأسرة إلى البيت إلى المجتمع إلى الزوج إلى الزوجة مع فضيلة العالم الجليل الأستاذ الدكتور يسري محمد هاني أستاذ الدعوة والنظم الإسلامية بجامعة الأزهر ووكيل لجنة الشؤون الدينية بمجلس الشعب والدعية الإسلامي الكبير بعد الفاصل مشاهدنا الكرام إن شاء الله حاليا بالأسواق جريدة الرحمة إعلام الإنارة للإثارة تكامل لا تآكل إطلالة صحفية جديدة بموضوعية التناول ودقة المعلومات تقرأ فيها مؤامرة مشبوهة لإسقاط مبادرة المعونة المصرية تفاصيل لقاء الجنزوري والشيخ حسان لتفعيل المبادرة رئيس الوزراء يطلق صندوق في حب مصر البرلمان تحت رحمة الدستورية العليا سعي الفلول لإنشاء مجلس لقيادة الثورة انقلاب صريح على الشرعية حيدر أبو الفتوح سائق مبارك يكشف أسرار ومغامرة الرحمة صحفي الرحمة عمال باليومية بحثا عن أوجاع العواطلية الحكومة تتجاهل هموم خمسة وأربعين مليون فلاح ومبنى مؤسسة البنات في دمياط آيل للسقور آخر كلام جيشنا آمن عسكريا وتسليحيا ولا خوف إذا قطعت أمريكا معونتها حقيقة المؤامرة الأمريكية على الشعب السوري وشمس الإغتيالات السياسية لن تشرق في سماء مصر حاليا بالأسواد بين القدس والأندلس عشرون وسيلة لنصرة القضية كل هذا سنتعرف عليه في حواري مع شباب ائتلاف الرحمة فضيلة الشيخ الدكتور شهاب الدين أبو زهو فضيلة الشيخ علاء سعيد فضيلة الشيخ أحمد جلال فضيلة الشيخ عبد الرحمن الصاوي فضيلة الشيخ مسعد أنور الدكتور غريب رمضان الدكتور محمد علي الدكتور محمد عبد الواحد غدا في الثامنة مساء انتظرونا أنا من بغابة الأقصى أقلتني خطايا أهلا ومرحبا بحضراتكم في هذا البرنامج الجديد رسالة إلى رسالة حب رسالة رب رسالة إلى أخي المدر إلى أخي الطال إلى الطبيب المسلم إلى المهندس المسلم إلى المحاسب المسلم إلى الفني المسلم إلى أخي التاج إلى جاري العزيز إلى أخي الموظف إلى قريب العزيز دلنا مش عبادة وبس بالصلاة والصيام ولا أبدا بل كل عبادة من أعظم ثمراتها الخلق خذوها مني بصدق والله إحنا عندنا أزمة في السلوك في الأخلاق في المعاملات في الآداب إلا من رحمه الله مننا نحن بحاجة في كل منحى من مناحي حياتنا إلى نابهين نابهين متفوقين من المسلمين رسالة إلى يأتيكم في الأوقات التالية كل البرامج واللقاءات مع نخبة من علماء الأمة وكل ما هو جديد من أخبار العالم الإسلامي تشاهدونه على موقع قناة الرحمة www.alrحم.tv تعلمت أنه لا يجب أن تقيس نفسك بما أنجزت حتى الآن ولكن بما يجب أن تحقق مقارنة بقدراتك أعلمتني الحياة أعلمتني الحياة وقناة الرحمة والدين الشامخ قدوتنا وحبيب الأمة أسوتنا ندعوك إلهي وثقنا للخير وتبقى رايتنا بالرحمة 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 على سنتك نعيش عدنا بفضل الله أهلا بكم مشاهدينا الكرام أجدد التحية وترحيب بحضراتكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونرحب بفضيلة العالم الجليل الأستاذ الشيخ الدكتور يسري محمد هاني وأستاذ الدعوة والنظم الإسلامية بكلية مصر الدين بجامعة الأزهر ووكيل لجنة الشؤون الدينية بمجنس الشعب والدعية الإسلامي الكبير أهلا وسهلا أهلا ومرحبا سعداء بحضرتك بارك الله فيك وحسن إليك ربنا يكرمك منورنا وأستاذ أهلا بكم مرحبا يعني لازلنا نتحدث عن آيات الله في الزواج تكلمنا وقلنا دكتور يسري وقلنا الزواج مملكة إيمانية الزواج آيات ربانية وسنة نبوية وفطرة إنسانية وضرورة اجتماعية وسكن للغريزة الجسدية تكلمنا وانطلقنا من خلال الحلقة الماضية من خلال قول الله تبارك وتعالى ومن آياتي أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون نعم الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد النبي المصطفى وعلى آله وأصحابه المتقين الشرفة وبعد بعد أن بينا كيف يكون الزواج أو كيف أن الزواج آية على قيومية الله وحكمته قيومية الحفظ والتدبير وقيومية التوفيق والتيسير ثم كيف عبر القرآن عن العلاقة الزوجية بأن كل من الزوجين نفس للآخر من أنفسكم أزواجا نعم وعلت هذا الزواج لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة وقلنا أو طرحنا سؤالا كيف يكون زواجنا وزواج أبنائنا وبناتنا سكنا ومودة ورحمة نعم وبدأنا بأن أول ركن في تحقيق السكن والمودة والرحمة والأسرة السعيدة حسن الاختيار اختيار الزوج القوي الأمين صاحب الخلق والدين واختيار الزوجة صاحبة الجمال أو المال أو الحسب والدين يلف ذلك كله فإذا تم الاختيار على هذا الأساس فأنا أخترت لابنتي شابا تتحقق في هذه المواصفات وبدأ الأمر بهذا الاختيار الموفق الزوج والزوجة لهم دخل كبير جدا في تحقيق السكن والمودة والرحمة وأنا أستأذن إخواني وأخوات المشاهدين والمشاهدات أن ننطلق إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لنقول له يا سيد الخلق ومعلم الناس صلى الله عليه وسلم نحن الآن نريد أن نقف مع كيفية تحقيق السكن والمودة والرحمة وأنت الخدوة فعلمنا يا سيدي عليه الصلاة والسلام هنا سنجد سنة النبي صلى الله عليه وسلم القولية والعملية تضع للزوج والزوجة كيفية تحقيق السكن والمودة والرحمة نعم فنأخذ الزوج الآن ولننطلق إلى صيدلية الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام نفتح الصيدلية ونبدأ نأخذ وصفة وصفة أول شيء يفعله الزوج لتحقيق السكن والمودة والرحمة هو أن يطعم أهله من حلال نعم فالطعام الحلال والكسب الحلال سبب ركين في تحقيق السكن والمودة والرحمة والله عز وجل يبين خطورة قضية الكسب في قوله تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وعملوا صالحا فينادي المؤمنين بنفس نداء المرسلين زي ما قال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات قال يا أيها الذين أمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم فربنا نادى المؤمنين بما نادى به المرسلين في قضية الكسب ليدل على خطورتها نعم يقول الإمام الحسن البصري رضي الله عنه من واضب على كسب الحلال له ولأسرته منحه الله خمس كرامات في الدنيا علاوة على ما ينتظره من عطاء يوم القيادة الله الله نعم الكرامة الأولى لكسب الحلال في الأسرة أن يكون مستجاب الدعوة الله أكبر يا سعد طيب مطعمك تكون مستجاب الدعوة ونحن في حاجة إلى مستجاب الدعوة نعم ليرفع الله عننا هذا الغم ينجي مصر و بلاد المسلم من الفتن ما ظهر منها و ما بطن يبقى الأكل الحلال يجعل صاحبه مستجاب الدعوة الكرامة الثانية البركة في الصحة اللؤمة الحلال دواء كما أن اللؤمة الحرام داء نعم والعياذ بالله والعياذ بالله اللؤمة الحلال دواء تنزل تداوي ما في الجسد من علل ولذلك في ترجمة الإمام الشافعي رضي الله عنه أنه ذهب ذات مرة لزيارة تلميذ الأستاذ الإمام أحمد بن حنبل شوف بقى توضع الأستاذ نعم وشوف فرح التلميذ بزيارة الأستاذ فلما وضع له الطعام أكثر الإمام الشافعي من الأكل في هذه المرة وبنت للإمام أحمد تقف رأت المنظر وقد شاهدت الإمام الشافعي من قبل فأسرت إلى والدها أكل الشافعي كثيرا عن ذي قبل فسأله الإمام وبيّن ملاحظة الفتاة قال الإمام الشافعي يا أحمد أنا مريض وطعامك حلال فأكثرت من طعام الحلال ليشفيني الله 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 اللؤمة الحرام داء ولذلك ربنا لما يجيه عبر عن الكلام ده عبر بتعبير يهز الأعماق هزة نعم إن الذين يأكلون أموال اليتام ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا نارا مش بيأكلوا لحمة ولا فكهة ولا حلويات تصور واحد بيأكل نار وأكل مال اليتيم بغير حق لهم من ألوان الكسب المحرم نعم إذن اللقم الحرام داء داء تنزل تعطل المعدة والأمعاء وتجيب الأمراض الخفية أما من أراد الدواء فعليه بالطعام الحلال يبقى أن يكون مستجاب الدعوة اتنين البركة في الصحة ثلاثة البركة في الزري إن ترويتي الشجرة اللي عندك بماء طيب تطلع السمراء إيه طيبة إنما اللي يروها بماء معطن فلا يلومن إلا نفسه إلا نفسه الكرامة الرابعة البركة في العمل الله عز وجل يلهم صاحب الكسب الحلال من العمل أضعاف أضعاف ما يعمل غيره الكرامة الخامسة حسن الختام نسأل الله لنا وللمسلمين ونسلمات جميعا ذلك يا رب يبقى الوصية الأولى من صيدلية الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام لتحقيق السكن وندى الرحمة إن نقول للزوج احرص على كسب الحلال أطعم نفسك وأهلك من حلال جميل الوصية الثانية من الصيدلية المحمدية على صاحبها أفضل الصلاة وأسكى التحية إن الزوج لما يدخل البيت يدخل فيلقي السلام النبي يقول إيه لسيدنا أنس في الحديث الصحيح في الحديث الصحيح يقول يا أنس إذا دخلت بيتك فسلم على أهل بيتك يكن بركة عليك وعلى أهل بيتك الله بالسلام إيه بقى نوع البركة النبي عليه الصلاة والسلام نكر كلمة بركة يكون إيه بركة جميع ألوان البركة اللي بتتخيلها يجي الحديث الآخر يفسر البركة إن الرجل إذا دخل بيته فسلم على أهل بيته شف أول بركة قال الشيطان لأتباعه لا مبيت لنا عند الرجل شفت البركة إذا دخلت الملائكة أو إذا خرجت الشيطان دخلت الملائكة سور بيتك كل ملائكة وما فيش فيه شطان يبقى سكن ومودة ورحمة الدواء الثالث أو الوصفة الثالثة في الصيدلية المحمدية على صاحبها أزكى السلام والتحية وإذا وضعت الطعام فسمي قل بسم الله بسم الله فإذا سمى وضع الطعام وسمى قال الشيطان ولا عشاء لنا عنده يبقى أنت أفلت البيت في وجه الشياطين لا هيكلوا عندك ولا هيبيتوا عندك يبقى ما فيش عكنانة في البيت ما فيش شكل في البيت ما فيش مشاجرات في البيت إنما سكن ومودة ورحمة ما ممكن يتقلق دكتور في الثلاثة أدوية الآن والثلاثة النصائح من حديث وصيدات سيد النبي محمد الله صلى الله عليه وسلم الأكل الحلام القاء السلام والتسمية ممكن حد يقولك طيب أنا بعمل ده ولكن المواد ده والسكن والمواد ده والرحمة مش موجودين في البيت ولكن فيه خناء فيه مشاكل فيه شقاط فيه إلى آخر نقول لهم إيه جاية هي في بقية هندي له بقية الوصفة نعم يعني إذا الطبيب كتب لمريض خمسة أدوية خد واحدة وسبل باقي المرض مو يبقى لازم ياخد الرشيطة أو الوصفة كاملة بعد ما يحط الطعام ويسمي النبي صلى الله عليه وسلم يقول له إيه وَأَعْطِ أَهْلَكَ مِمَّا تَأْكُلْ يا سلام لأن تضع اللقمة في في إمرأتك لك بها عند الله صدقة الله أجل يعني أنت حطت الأكل أو السفرة اجهزت والزوجة هتاكل هتاكل قضاء الله المبرم اللي ما فيش منه مفر نعم فحولها يا صدقة قولي قولي دي يروح قلبي ثم هي برضو لأن تضع اللقمة في فم زوجك لك بها عند الله صدق ردي بقى أقول وهو الكل يروح قلبي خدوا صدقة ليه لأنهم بثوا جو المولدتي وإيه نعم والرحمة يبقى أن تضع اللقمة في في إمرأتك لك بها عند الله طب لو قالك أنا بتكسف من كده لا ما فيش كسوف دي سنة دي سنة أي وحبيبك صلى الله عليه وسلم كان يفعلها اسمع كده السيرة عائشة تقول نعم كان صلى الله عليه وآله وسلم إذا أخذته العرق اللي هو العظمة اللي عليها بعض اللحمة فهم يأكل منها فيأخذها النبي فيأكل من موضع ما أكلت عائشة صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام وإذا شربت عائشة أخذ الإناء ليشرب فوضع فمه على المكان الذي شربت منه شفت الدلع ما شاء الله شفت السكن ما شاء الله والمودة والرحمة والرحمة ده كده النبي عليه الصلاة والسلام زي ما حنقول قدام بيعالي قضية مهمة جدا طيب بسسنا جو المودة والرحمة وبدأنا ناكل وفيه أنس فجأة لقيت الأكل فيه عيب الملح زيادة الملح ليل هخضب يجينا حديث سيدنا أبو هريرة ما عاب النبي طعاما قط عليه الصلاة والسلام إن اشتهاه أكله وإلا تركه أنت لقيت الرز من غير ملح مثلا اعمل زي ما النبي عليه الصلاة والسلام لا يا فلانا ربنا يبرك فيك أنا عارف أنك ما خدتش بالك بس المرة الجاية بأخدي بالك وهي هتعدل المرة دي كده عاش السكن والإيه والمواد ده والرحمة ما عاب النبي طعاما قط يعني أنت تاكل ويمها تاكل إن شاء الله يا حبيبي والأيام جاي لك فعديها كده ما تغضبش طيب فيه سبب يقتضي الغضب يوم النبي يقول لك إيه لا تغضب لا تغضب لا تغضب عالج الأمر بالراحة وإذا كنت غضبان وإنت واقف يقول لك النبي يجلس وهذه معجزة طبية يسبق النبي بها الطب الحديث لما الإنسان بيغضب الغضب اللي تحت الكلية بتعمل أو بتفرز مادة الأدريناليل ودي ميت نار ومادة كوية إن مرجعش وخاد له هدوء بتحترق أعصابه جيله الأمراض الخفية ثبت طبيا إن الإنسان لما يغضب والمادة دي تفرز لو قعد أو غير هيئته الغضب تقفل تبطل إنتاج تبطل النار اللي شغاله إذا كنت شوف الحبي يقول إيه إن الغضب جمرة شوف كلمة إيه جمرة تتوقد في جوف ابن آدم أما نظرتم إلى انتفاق أوداجه وحمرة عينيه فيه نار شغاله يقول النبي صلى الله عليه وسلم يسبق الطبل غير هيئتك واقف إجلس عشان الغد تقفل طيب جلست وليسه سبب الغضب مستمر قم فتوضأ فإن الوضوء يطفئ الغضب كما يطفئ الماء النار وصلى الله على المخدر عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم يبقى لو جه سبب للغضب النبي يقول لا تغضب لا تغضب لا تغضب طيب كذلك في الصيدلية النبوية لتحقيق السكن والمودة والرحمة إن النبي يقول للزوج وإذا قابلت زوجتك في جماع فقل باسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فإن قدرت لك في هذه الليلة نسمة لا يمسها الشيطان أبدا شفت البركة يا ابن نعم هذه سنة الحبيب عليه الصلاة والسلام للزوج ثم نختم بأن النبي يقول للرجل قل لزوجتك الكلمة الطيبة واملأ فراغها النفسي بعاطفة الحب بمعنى بمعنى الزوج عاوزة كلمة طيبة تطمن حياتها عاوزة كلمة دلع تملأ الفراغ النفسي والزوج كذلك عايز من زوجته الكلمة نعم العلم النفسي التطبيق الحديث بيقول إيه بقول كل زوج فيه في نفسه في داخل التركيبة النفسية فراغ لابد أن تملأه الزوجة بكلمة الحب وكل زوجة عندها فراغ نفسي لابد أن يملأه الزوج بكلمة الحب لما يقول لها يا نور عيني يا حبيبة قلبي ويتقول له يا أمل حياتي اتمل الفراغ بقى فيه سكن وإيه ومودة ورحمة يوم واحد يقول لي إيه بقى النبي كان بيدلع يا عم الشيخ زي كنا بنقول حتى ديه فرح فرد واحد طيب كده من آخر المسجد قال ما تعليل صوتك في الماكرافون بالكلام الحلو ده لا يسمعوك وركبونا يركبوك يا عم الحج يا ناصر كوبة نعم ده سنة لتربية ده منهج طب هاتلي دليل يا عم الشيخ إن النبي كان بيدلع وكان بيقول كلمة حلوة وهاتلي دليل على إن كلمة الحب جات في بيتي النبي لأن بيوتنا مصابة بالجفاف العاطفي فيه ناس من أول ما يتزوجوا لغاية ما يقبلوا رب كريم ما قالش الرجل اللي زوجته كلمة حلوة أبدا ولا هي قالت له كلمة فيها براي مطلقا من أول ما يتزوجوا الله لا إزاي شفت النبي عليه الصلاة والسلام هذا بقى الحديث في صحيح الإمام مسلم رضي الله عنه مختصرا ومطول عند روايات أهل السنة إيه الحديث بيقول إيه تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بات عندي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مس جلده جلدي يبقى النبي في فرش الزوجية ولكنه يريد أن يقوم لصلاة الليل ومن الليل فتهجد به نافلة لك فيعلمنا أدب الرقة والذوق العالي الرفيع صلى الله على صاحب الخلق العظيم والأدب البديع يقول لها إيه يقول لها يابنة أبي بكر أتأذنين لي أن أقوم لربي دي الزيادة اللي عنده اليوم من الطبران أتأذنين لي أن أقوم لربي النبي بيستأذن شوف الأدب والذوق مش واحد يجي يوشوش العرس ليلة الدخلة وقول له اسمع خليك حمش يقول له حمش يعني إيه يقول له ما تجبلهاش في الواطل أبدا وخلي صوتك علي في الحق والباطل لا وما تستأذن شي لأن شخصيتك هتضيع قول له يا حلمان تيشي النبي استأذنه علي السلام أنت أبي بكرين أتأذنين لي أن أقوم لربي تقوم الزوجة الطيبة تقابل الزوق بزوق وحب بحب وتجي كلمة الحب بيتي النبي فتقول أم المؤنعة عيشة ردوان الله عليها دعم والله يا رسول الله إني أحب قربك شوف كلمة إيه أحب أحب الحب كلمة الحب أحب قربك لكني أوثر هواك يعني هفضل اللي بتحبه على اللي أنا بحبه أنا متنازل عن حقي فقم إلى مولاك يبقى إذن النبي عليه الصلاة والسلام بنى البيوت على الكلمة كلمة الود أمو إيه بقى موادة وإيه ورحمة يبقى فيها بر رايق يبقى فيها كلمة طيبة مش زي الإنسان الرجل الجاف اللي زوجته في نفسها إنه يقول لها كلمة طيبة أو كلمة حب بتقول لي يا أبو فلان قل لي كلمة من الرجال بدلعوا بها الستات الحط الغدى حط الغدى ما مقصودش يا أبو فلان قصب كلمة دلع كده قال لها روحي طالق ضي سامحك يا شيخ هي دي كلمة الدلع بتاعتك التانية نشفة على زوجها أوي آه فبيحكي الواحد زميله بقول له زوجتي صعبة أوي ما قالت ليش براي ولا كلمة فيها رواء أبدا فأعمل إيه قال له خدها فسحها كلمة تفسح كده تروأ وتقول لك كلمة حين راح يفتسحف ولا شايفة الأمر قالت له آه شايفة هو نعم يا يا أختي ولا ليه شايفة الأمر وانت أمري وربنا أمر بالستر تمام فبإذن النبي عليه الصلاة والسلام يأمر ويجعل في السنة إنك تبث جول إيه السكن والمودة والرحمة والرحمة عشان تملى الفراغ العاطفي اللي عند الزوجة والزوجة تملى الفراغ العاطفي اللي عند الزوج فتستقر الأسرة إيه الخطر اللي ييجي بقى لو النصايح دي ما تنفذيتش ضيع السكن طبعا ليه الزوج ناشف جاف البت فيه جباف عاطفي والزوجة كذلك أول ما الزوج يسمع كلمة رقيقة من زوجة من امرأة أخرى جات الفتنة وأول ما الزوجة تسمع كلمة رقيقة من رجل آخر جات الفتنة لذلك شوف شوف مدى محافظة النبي صلى الله عليه وسلم على البيت المسلم ومدى هذه التشريعات التي تضمن سكنه ومودته ورحمتها طيب النبي عليه الصلاة والسلام حط دي سنة قولية نعم طيب ايه السنة العملية نسمع كان صلى الله عليه وآله وسلم يسمر بعد العشاء مع زوجاته ايه الخبر بعد العشاء وبعد قضاء مصالح المسلمين النبي يجمع الزوجات عند الزوجة التي لها الليلة نعم فيصر خاطر كل زوجة صلى الله عليك يا صاحب الرجل العظيم عشان تروح تبيت وهي ايه في منتهى الاطمئنان والسرور في مرة وهو في سمر مع زوجات واحدة طلعت بسؤال سؤال عاوز زكاء وليس هناك أزكى من الحبيب المسلم عليه الصلاة والسلام يقول يا رسول الله من منا أكثر حبا في قلبك لو قال هذه أو تلك المشكلة مشكلة مشكلة فشوف زكاء انه هو يقول لهم غدا إن شاء الله أجيبكن تظهروا الإجابة في السمر القادم وتخرج كل زوجة إلى بيتها وهي فرحة ومسرورة فيستأذن النبي من صاحبة الليلة ويدخل على كل زوجة في بيتها يعطيها دينارة عليه الصلاة والسلام فقل هذا سري بيني وبينك لا يطلع عليه إلا الله والنساء أيامها كانوا بيحفظوا السر لكن الأيام دي برضو عشان ما نتضربش ما نخاف سلي بحبيب فكنا يحفظنا السر كل واحدة خدت السر خدت الدينار وكتمت السر وهي تظن إن ذي خصوصية منحها النبي لها في الغد أجيب يا رسول الله عن سؤال الأمس من منا أكثر حبا في قلبك أكثر كنا حبا في قلبي التي أعطيتها بالأمس دينارة طبعا كل واحدة خرجها عليه الصلاة والسلام وفهم أنها وكل الجو واخد قلب النبي كده البت سكن ومودة ورحمة هذه صيدلية الحبيب التي بها يقوم الزوج بأخذ هذه الوصفات فيحقق من جانبه أسباب السكن والمودة والرحمة الزوجة الزوجة في الحلقة القادمة ما شاء الله إن شاء الله إن شاء الله تعالى ولكن أنا بس قبل يعني الزوجة عشاني بقى حلقة قادمة بإذن الله نعم ولكن منقول سكن ومودة ورحمة نعم لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة أنا عايز أعرف بس سريعا كده الفرق بين السكن والمودة والرحمة طيب السكن وصف لبيت تحققت فيه أركان السعادة فسكن الرجل وهدأ واستقر وسكنت الزوجة وهدأت واستقرت في جميع ألوان الحياة في الأكل والشرب وفي المعاشرة الزوجية وفي وفي وسكن هدوء استقرار المودة حركة فعلية بين الزوجين يأخذ الزوج بأسباب المودة اللي أنا شرحتها نعم تمام وأسباب الرحمة التي شرحتها والزوجة تأخذ بأسباب المودة والرحمة تتحقق المودة وتحقق الرحمة فإذن السكن وصف لبيت استقر والمودة حركة بين الزوجة والزوجة كل يأخذ بأسبابها فتتحقق المودة وتحقق الرحمة لكن حينما ننتهي من بيان خصال الزوجة في تحقيق السكن والرحمة هنعرف المودة معناها أي ومتى تكون في سن الزواج والرحمة جاية له في الترتيب الثاني إن شاء الله بإذن الله ولكن الدكتور يسري في النصائح والأدوية النبوية اللي حضراك ذكرتها الآن وشفنا أدب وزوء ورقة وحب سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم وهو المعلم عليه الصلاة والسلام طيب ممكن زوج بيشوفنا دلوقتي والزوجات بيشوفونا وهم بيسمعوا هذا الكلام الراقي العالي الجميل كل واحدة تقول أنا بتمنى أن زوجي يبقى فيه كده ولكن ممكن تقول أنا زوجي قلبه طيب وراجل كويس وراجل زي الفل ولكن ما بيقدرش يتكلم ما بيعرفش ينطق يقول الكلام ده ما بيعرفش يقول كلام حلو بس هو طيب من جواه هي ما نضقتوش ليه ما علمتوش الكلام ليه لازم الزوجة الزكية تخرج زوجها عن الصمت الزوج الصامت واحدة من اتنين تمام إما أن يكون الصمت مرضا يعني طبيعة فيها لون من ألوان الهدوء الزائد يبقى عايز علاج مادي عنده طبيب تمام وإما أن يكون الزوج ساكت صامت لسبب من ناحية الزوجة يبقى لابد أن تسأل لماذا هو صامت والزوج برضو لو لقى زوجة تصامتة يبحث عن الايه عن السبب طب اللي عدى مثلا عشر سنين وعشرين سنة وبقوا ناس ما شاء الله وبقوا أجداد نعم بس هو ما تعودش على كده وبيسمعنا دلوقتي يقولك والله أنا نفسي أعمل كده بس هيقوله بعد ما شاب جاي يقولك الكلام دلوقتي لا هو الحياة الزوجية حينما تقوم على الكتاب والسنة تبقى الشباب إلى يوم لقاء الله ولا تعرف أبدا مرحلة من مراحل الجفاف النفسي أو العاطفي أو الشيخوخة يظل الرجل المتبع للكتاب والسنة على مودته ورحمته وبسمته وحنوه والزوجة كذلك مادم هناك كتاب يقرأ وسنة التبع على كده يستمر إلى لقاء الله سبحانه وتعالى ما شاء الله نعم طب عايزين خلاص الكلام يا دكتور عايزين نعمل كده رشدة عملية فعلية الآن لكل زوج ونحن نتكلم عن الزوج الزوج يعمل إيه مع زوجته نعم إزاي يعايز زوجته إزاي يضع السكن والمودة والرحمة فيه البيت المسلم من جانب الزوج والزوجة في الحلقة القادمة إن شاء الله ولكن عايزين نعمل رشدة عملية كده من خلال واحد اتنين ثلاثة أربعة من الآن نعم بكل بساطة كل الأزواج اللي بيسمعونا النهاردة يبدأوا في عملية التغير آه يعني لو أنا ما فيش فيها الصفات دي أبدأ أغير إن الله لا يغير ما بيقوم حتى يغير ما بأنفسه وبرك الله في هذا السؤال آه لأن الخلاصة عملية نعم نبدأ نغير تفاجأ الزوجة بالزوجة اللي شاف الحلقة النهاردة آه داخل البيت مبتسم وبيلقي السلام قلت سبحان الله مش عادتك يا أخوي آه يقولها أصلا شفت الأستاذ ملهم آه وعم الشيخ يوسري النهاردة على البرنامج بيقوله كذا فبدي أنفس آه ما بارك فيهم آه تمام طيب يبدأ ساعة الطعام يسمي ياخد السنن دي ينزلها على أرض الواقع آه يبدأ يعطي زوجته مما يأكل يبدأ آه يسمي ساعة اللقاء الزوجي يبدأ يكلمها كلمات الحب والغرام والمودة وإيه والرحمة هذا التنفيذ العمل إن كان بطيئا في بدء الأمر آه لكنه بجانب بالتدريب آه هاي إيه هيتست تتسع دائرته ويصبح طبع في البيت ولما الزوجة تساعد هي من الناحية الأخرى وتبدأ عملات التغيير لا شك بفضل الله هيجده أثرا عظيما وأنا لذلك بقول جاني شاب من الشباب من قريب بيقول لي أنت عقدت قراني في مزل كذا آه من خمساشر سنة وطيب نفزت النصائح اللي قلناها قال والله نفزته والحمد لله وبيتي سكن وربنا رزقني بنتين سمت واحدة مودة والتاني رحم مثل انتفعت إن شاء الله م شاء الله لذلك سؤال حضرتك سؤال ممتاز نعم وسؤال إعلامي ربنا إن شاء الله عبقري ربنا عزكا دبطور إن احنا فعلا ننادي إخواننا الذين سمعونا للانتفاع بما في سنة الحبيب خلص إضالية المصطفى صلى الله عليه وسلم أطعموا أهلكم من حلال حرصوا على كسب الحلال ثم أدخل البيت مبتسما حتى لو كان كله مشاكل ثم سمي إذا ألقي السلام ثم سمي إذا وضع الطعام أعطي زوجك مما تأكل ثم سمي ساعة اللقاء الزوجي بس جو المودة والرحمة داخل البيت يبقى البيت ساكن ومودة ورحمة بفضل الله جاء الله ربنا يكرمك دكتور أكرمك ربنا عزك بنسعبك دائما ونشف بيك وحبك في الله الحمد لله حبك ربنا يكرمك وعزك بس عايز جملة أخيرة دكتور نختم بها اللقاء من الكلمات المأثورة النورانية دائما اللي حضرت بتذكرها دائما إن شاء الله يعني إحنا نقول إن شاء الله وتبارك وتعالى لجميع من شاهدونا العمل العمل أي البركة في العمل فلنسمع ولنبدأ التنفيذ وإحنا بنبدأ التنفيذ اللهم ارزقنا الإخلاص آمين وثمر عملنا واجعله موفقا وألبسنا فيه ثوب العطاء آمين يا رب يجل خير كله إن شاء الله نسأل الله تبارك وتعالى الإخلاص والتوفيق والقبول يا رب العالمين شكرا جزيلا لحضرتك دكتور يسري ربنا يكرمك نسعبك دائما وفي انتظار الحلقة القادمة إن قدر الله لنا اللقاء والبقاء بإذن الله رب العالمين مشاهدين الكرام يعني أرجو أنه زي ما بقول أننا الكل بيتكلم فيه السياسة ولكن إحنا بنتكلم عن زي ما الدكتور يسري قال في الحلقة الماضية بنتكلم عن البيت أصغر وحدة إدارية في المجتمع إحنا بنتكلم عن السياسة بالمنظور الكبير المنظور العام بالاشتباكات بالخلافات بالشكاقات بالكلام اللي من هنا وهناك هو الأساس البيت لو فيه سكن والبيت لو فيه مودة والبيت لو فيه رحمة والبيت لو وعينة إنه آية ربانية وفطرة إنسانية وضرورة اجتماعية إلى آخره وإلى آخر هذا الكلام الرائع العالي الراكي الجميل حتكون بيوتنا فيها سكينة ومودة ورحمة وأقول في النهاية قول الله سبحانه وتعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون شهدانا كرام في نهاية باسمكم أتوجب بخالص الشكر والتقدير لفضيلة الأستاذ الشيخ الدكتور يسري محمد هاني أستاذ الدعوة والنظم الإسلامية بجامعة الأزهر ووكيل لجنة الشؤون الدينية بمجلس الشعب والدعاية الإسلام الكبير شكرا جزيلا لحضرتكم حبنا يكرمك أستاذ الجليل شهدانا كرام الشكر والتحية والتقدير لحضرتكم من أسرة قناة الرحمة أحبكم في الله شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة